مئة دولار لبرميل الديزل وخمسة وأربعون للفيول وغيره من المنتجات النفطية منخفضة الجودة هذه هي الأسقف التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها ابتداء من الخامس من فبراير الفين وثلاثة وعشرين على ما تصدره روسيا من مشتقات البترول الأوروبيون سيسمحون للبلدان غير الأوروبية وشركات نقل النفط التي تتعامل مع روسيا إبرام عقود التأمين والتمويل مع مؤسسات غربية فقط إذا احترموا السقف المقرر أوروبيا حسب مراقبين فإن الرد الروسي على العقوبات الأوروبية سيكون بسيطا لكن صارما موسكو ستوقف أو تحد من تصدير الديزل لأوروبا التي تغطي نصف حاجياتها من روسيا وبالتالي ستتعطل مصانعها وستقف الشاحنات والحافلات لكيلومترات أمام محطات الوقود البدائل المتاحة لأعضاء الكتلة الأوروبية كلها بعيدة وغالية ومعقدة لوجستيا إذا ما لجأت لاستيراد الديزل وغيره من مواد بترولية من بلدان كالهند والصين وبالتالي ستكون الاقتصادات الأوروبية إذا ما طبق القرار أول متضرر من العقوبات اقتصادات ما زالت تعاني من أزمة الغاز الروسي التي أدت إلى رفع تكلفة التدفئة وإنتاج الكهرباء في أوروبا بعد قطع روسيا لإمداداتها من الغاز المسال فستكون أوروبا حسب متابعين كمن أطلق النار على رجله مرتين أناس نماسي العربية